طيب انت مش عايز تتوقع طيب ما تيجي الروح الدوحة نشوف اللي هناك الوضع ايه ممكن يتوقع ولا لا طيب معانا على الهاتف من قطر الزميل العزيز وسامة السويسي مساء الخير يا وسامة مساء الخير ابراهيم مساء الخير عليك وعلى البتوانز عدل القاعد مساء على كل السادة ومشاهدي قناة النازلات بدناك كبير مساء المنديال قلنا ايه لأحوال في الدوحة لا حوال في الدوحة الدوحة لا تعرف النوم وانا كمان مش عايزين ننام طبعا علشان فاطر عندنا حدث تاريخي المنديال يحدث لأول مرة على الارضة العربية يجد كل النجاح ويحقق اهداف غير طبيعية كنا في حاجة الى عشرات التنين ان احنا نحققها ولكن خلال اقل من شهر المنديال حقق نجازات واهداف غير مسبوقة الحمد لله الحمد لله يا سامة يعني انا شاعر ان كاس العالم ده نشر حالة من البهجة من البداية اللي كان فيها تربص لافساد المناخ العام والتزوق العام والبهجة لكن هو الان انا شاعر انه في حالة من البهجة لكل الوفود وستطاعت الثقافة العربية ان تقول كلماتها في الدوح نعم الحمد لله هو يا شواند حضرتك عارف ان الاعلام الغربي كان بيشن حملات غير طبيعية وغير مسبوقة على المنديال اللي هيقام لأول مرة في ارض عربية مستكترين علينا يا عم اسامة ما هو ده كان من خوفهم وخوفهم ده تحقق على ارض الواقع لان الملايين اللي حضرت اكثر من اثنين مليون زاير حضروا الى الدوحة وعاشوا وسط الشعب القطر وسط الشعوب العربية عاشوا وتنقلوا في حرية تامة لا وتطبعوا الثقافة حتى في الزي حتى في احترام تقاليد المضيف يعني نعم والغاية لدرجة انه دلوقتي هم بيطلبوا بعض الدول الغربية بيطلب انه البطلات اللي تقام عندها تقام في ضل نفس الاجواء اللي وقيمت فيها المنديال اللي هي منع ديها الخمور في الملاعب والاماكنة التي طبيعي لانه لقوا ان التجربة دي بتحقق تنجاح غير مسبوك لان الناس بتبقى في كامل وعيها فبالتالي بيقل لنسبة الشغب فبالتالي بتشوف اجوء احكفالية بتشوف الثقافات مختلطة مع بعضها هو انا يعني عايز التوقف فينا هو ليه الغرب مصر على الدفاع عن القيم السلبية يعني يعني مين قال ان من حقك تروح تشرب وتذكر وتكسر الدنيا وبعدين نرجع نعية ونقول حنواجه زواهر الشغب ازاي طب احنا كتبنا لكم رشدتة ايه من بادري بادري الدنيا كلها لما تبقى فيها هتبقى حلوة ومش بس كده هو كمان الملايين من الكبهير اللي حضرت وشافت الاجواء وعاشت اكتشفت ان الاعلام بتاعهم كان معايشهم في صورة سلبية غير حقيقية وغير طبعية عن المنطقة معايشهم في المنطقة ان المنطقة دي منطقة سراعات وحروب ونساعات وتخلف وجهل فوجهوا ان الوضع مختلف تماما فوجهوا ان المرأة بتتجول بمنتهى الحرية عندها منتهى الحرية نهية تتعامل بأمان وبقيم وتقاليد واحتشام وبقيم وتقاليد وباحتشام ولم تتعرض اي مشكلة على اي تحرش في هذه الاجواء لدرجة ان الناس بقت منبهرة بالعادات والتقاليد وعشان ما معليش انا بقاطعك والنبي عشان انا شايف ان البطولة دي ممكن تبقى نقطة فارقة في ارساء ما فيه معينة يعني لعل الاثنين مليون اللي حضرت دول يكونوا ادركوا واظن انهم ادركوا ان المسلم مش اهم القضية في العالم وانها تأتي في مؤخر القضايا يعني وان فيه قضايا كثيرة جديرة المجاعات وعدم العدالة وتغيير المناخ وبعدين افساد حياة الشعوب بالحروب اظن ان كله ادرك هذا الكلام واعتقد ان سبحان الله كمان تواكب مع النجاح والارساء التقاليد والقيم والعداد اللي هي اصلا تتواكب مع كل الرفائل التموية اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عليها الفطرة البشرية اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عليها ده بالاضافة الى ان كل الناس اللي جات ومركزة في الموضوع ده سبحان الله لم تتنطها وبدري بدري سافري مش عايزينكم في وص هذا المحفل العظيم سبحان الله حتى يعني هم هم دفعوا عن حضايا خسيرة خارج الملعب وخسروا ايضا داخل الملعب نايس هولندا بس حتى المدرب الهولندي نبرت كلامه اتغيرت 180 درجة لدرجة انه قال في احد المؤتمرات انا احنا حضرنا هنا وشفنا المعاملة بتاعة العمال واكتشفنا ان كل الكلام اللي كان بيصور لنا كلام مختلف تماما عن اللي احنا شفنا على الارض الواقع تمام المغرب عامل حالة طبعا يعني حالة عربية وكل الجماهير العربية اللي كانت متوحدة من بداية البطولة خلف كل المنتخبات العربية دلوقتي تركيزها على المغرب المغرب اجواء الدوحة عندك تجاه المغرب عاملة ازاي اولا المغرب هو المنتخب العربي الوحيد اللي استفاد من خصية انه لعش بيته ان دي اول مرة تتاح للمنتخبات العربية فرصة انك تلعب في ارضك وسط جمهورك قدام الجماهير دي كل المنتخبات العربية حظر بالدعم من وراية المنتخبات العربية ويأخل بنسبة تسين الى عشرة في المية ان لم يكن مية في المية المنتخب المغربي هو المنتخب الوحيد الذي نجح فيه الاستفادة من هذا العامل عامل الارض وعامل الجمهور لأشباته والمدرب بتاع وليد الركرادي نجح انه هو يفرد بصمته واسلوبه على اداء الفريق في القطرة وجيزة جدا كان المنتخب المغربي كان بصورة باهتة في النسخة الاخيرة من كأس الهم الاخصية ثم القرار الجريء والشجاع بإقالة وحيد خليل وزيتشي مدرب البوسني والتعاقد مع وليد الركرادي اللي نجح فيه اظهار القدرات بتاعة العيدة المغرب وخلاهم يتعاملوا مع الموضوع بشكل فيه روح وفيه قتالية وفيه انظهار في بوطاقة واحدة وخلا شحار المغرب هو النجم الأول للقريق علشان كده ما كانش مستغرب انه يفوز على بلجيكا المصنف الثاني عالميا يتعادل مع كرواتيا وصيف النسخة السابقة ثم يفوز على منتخب كندا المصنف أول في الكونكاكاف ثم يتأهل لمواجهة اسبانيا وما أدراك ما اسبانيا ويفض عليها أسلوكه ويفض عليها ويوصلها لأنه يلعب ضربات ترجيح لدرجة أن المغرب أقوى دفاعه اتهزت شباكه مرة واحدة فقط وعن طريق الخطأ عن طريق مدافع بالخطأ في مرمى في مباراة كندا ولم يخسر حتى الآن الحمد لله ولم يخسر حتى الآن وإن شاء الله فرصه كبيرة جدا أتمنى أن العيدة المغرب تستغل الفرص الزهبية دي صحيح هم أول منتخب عربي يذهب إلى ربع النهائي وعندهم فرص الزهبية أنهم يحققوا أبعد من كده هنتمحك بقى شوية طالما نحن مش عارفين نتواجد لازم نعمل لنا كده تمحيكة هل فوض مصر على بلجيكة ألهم الفريق المغربي ليه لا؟ طبعا مؤكد مؤكد أن فوض منتخب المصري كشف أوراق المنتخب البلجيكة وإذا دافع لأنه ما منتخب مصري يحقق تلفوز في مباراة دولية رسمية هي الأخيرة لمنتخب بلجيكة قبل ما يروح المنديال مؤكد أنه لعبها بكامل نجومه لعبها بكامل تركيزه فبالتالي أظهر للجميع أنه مش صعبة المسألة مش صعبة المسألة سهلة وكده حضرتك فتحت الجرح أما أنا عايزة أقولك بقى إذا كان فوض مصر على بلجيكة كشف كشف العوار ونقطة الضعف في بلجيكة فإن فوز المغرب ووصولها لدور الثمانية قد كشف العوار ونقطة الضعف في الكرة المصرية اتفضل لأنك كنت عايزة سقول حاجة آه بالأسف الجرح وأنا بتابع وأنا بتابع المونديال بهذه الفرحة التغيير التواءلي نجاح قطر التنظيمي آه والصورة اللي غيرتها عن آه العرب وعن الدول الإسلامية بشكل آه غير طبيعي لو كنا صرفنا مليارات آه وقعدنا سنوات علشان نغير الصورة دي غيرناها في خلال شهر آه أما على الصعيد الفني فطبعا التخب المغرب ونجاح في الوصول إلى الدور بالنهائي وقابلوا فوز منتخب التونسي على منتخب فرنسا وقابلوا فوز منتخب السعودي على منتخب الأرجنتين بيخلي الواحد عنده في نفس التوقيت آه نوع من الحزن والقلم الشديد على ما آه وصلنا ليه على مستوى الكرة المصرية إلى الأسف الشديد بس أنا عادي أطمنك على حاجة أن مصر استوعبت الدرس فحترجع للخلف عشر خطوات بيجهزوا دلوقتي إلى الإطاحة بكلاتنبرج للاستفادة من دروس آه يعني إحنا والله العظيم تلاتة لوحد متسلط علينا ما حيسلطوا علينا آه في الكرة مصرية مهندس أنا حزين وأنا بشوف البار هنا عامل إزاي وأعمل مقارنة بينه بين البار اللي بيقطع علشان ساطر لا يستخدمش العيد ضد الناد الأهلي واللي بيركع علشان ساطر نشوف فيه فرصة نترك حارة الأهلي والحكام والملاعب والإخراج والتحيص بتاع الإعلام والفساد اللي منتشر فيه واحتضان القضايا السلبية والقيم السلبية وحصار القيم الإيجابية والصح والغلط يا باش مهندس يكفي أن الشمعة الوحيدة المضيئة في الكرة المصرية أو في الرياضة المصرية الناس بتحاول أن هي تطفيها في مصر للأسف الشديد للغاية اللحظة اللي بتكلم حضرتك فيها اللي خب الجواب الكاف عشان يحرم الناد الأهلي من حقه الشرعي فيه منافسة على بطولة البطولة القرى للمرة الثالثة على الثوالي ما تحسبش لغاية دلوقتي لغاية دلوقتي إحنا مش عارفين ومش حيتحاسب يا أسامة ما فيش جدية ما فيش إرادة حقيقية في تطوير حاجة يعني ما فيش للأسف الشديد إحنا دخلنا تقنية الفار دخلنا تقنية الفار في مصر قبل بمعظم الدول العربية ولكن إحنا متأخرين جدا في تمسيزها متأخرين جدا لأن إحنا استخدمناها استخدام سيء استخدام بشري سيء علشان نواجه البطولات طيب عودة للمونديال يا أسامة المغرب عنده غيابات حقيقية كتيرة لأنه فيه الكلام في الإعلام فيه ثلاث لعب أساسيين اللي سابق قد تمنعهم من مباراة البرتغال ده صحيح عندك؟ هو فيه كلام كتير وكلام خارجة من مكالات الأنباء كلها مش مجرد شائعات ولا كلام على السوشيال ميديا ولكن الموقف سيحسن إن شاء الله بكرة لأن عندهم فرصة أتمنى إنهم ثلاثة لعيبة وثلاثة مؤثرين سواء جراوي سواء تاري سواء الزلزولي ثلاثة لعيبة مؤثرين جدا ولكن اللي بيراهن عليه التخب المغربي هو الجامعي والروح اللي خلقها وليد الرجراجي في الفريق وليد الرجراجي اللي نجح في فرضه أسلوبه في فترة وجيزة جدا اللي اللعب بطريقة 4-1-4-1 وينسجم فيها الفريق بالشكل ده وتغيير وتوظيف بعض اللعبين بالطريقة دي وإن هو يطلع أقصى ما عندهم وبعدين الجزائية المهمة جدا أنا سيت أتكلم فيها صراحة جزائية مهمة جدا وتفرق جدا وأنا بحسها هو أحس من خلال المشوار الطويل اللي قضيته في الوسط الإعلامي الرياضي وقرب من اللعبين موضوع بر الولدين وبر الأحد بالنسبة لعيبة المغرب بالنسبة لعيبة المغرب مؤثر جدا 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 يعني لما تشوف ما هي دي يا أسامة لقطات يعني ما هذه ثقافة عربية يعني ثقافة إسلامية هو دينك بيقول كده يعني أنا يعني لو أنا مثلا عايز أختزل الدور دي في هذا العنوان نجحت الدوحة أو هذه البطولة في تصدير الثقافة العربية والإسلامية إلى العالم يبقى دا تنخيص؟ نعم نعم مليون في المية لما تشوف النهاردة الجماهير الأرجنتين والأرجنتين على فكرة عاملين حالة غير طبعية أكتر من 40 ألف مشاجع أرجنتين موجودين في الدوحة عاملين حالة غير طبعية أنا بروح ماتشاة الأرجنتين تحديدا مش عشان أستمتع بميسي في الملعب عشان أستمتع بالأرجنتينين في المدرجات حاجة غير طبعية وفكروني طبعا بجمهور الناد الأهلي حتى الأغاني بتاعتهم قريبة جدا وشبيهة جدا بأغاني جماهير الناد الأهلي بقاعد في الملعب باستمتع بأداءهم التشبيعي غير أداء ميسي وزميله في الملعب لما تلاقي الأرجنتينيين السيدات الأرجنتينيات يروحوا المجالس القطريات ويعزموهم ويلبسوا العباية ويلبسوا الطرحة وتلاقي معظم الكماهير بتروح وبعدين بقى عايزة أقولك كمان على حاجة مهمة جدا تلاقي نسبة الإعجاب والإخبال على المساجد غير طبعية غير عادية تأثرهم بالأزام وطبعا قطر نجحت إن هي تختار مجموعة من المؤذنين أصحاب صوت العزبة تحديدا عشان بخولة دي علشان يبقى صوت الأزام كمان ليه تأثير غير طبعا القرآن الكريم فالمسألة مبهرة جدا رويترز النهاردة عامل تأثير عن ده عامل تأثير المساجد وإصباء الجمهور المنديال على الحضور للمساجد وشعورهم بالراحة والطمأنينة وهم موجودين في المساجد كجزء من أجواء البطولة طبعا يعني أنت قلتها في البداية وتؤكدها الآن المليارات ما كانت تنجح ربع هذا النجاح في تصدير الصورة الإيجابية والمشرقة وتصويق الإسلام والثقافة العربية للعالم الحمد لله الحمد لله ماشاء الله ماشاء الله بعدين لما تلاقي ملعب أستاذ وسيل ساعته أكتر من تسعة وتعملين ألف تقريبا وفل في مباراة الأرجنتين والمكسيك وفي هذه الأجواء وبعدين في السلاسة في الدخول والخروج أنا ببقى قاعد مش مصدق اللي بشوفه جماعا بقى داخل الملعب أنا عارف مكاني موجود فين والكرسي بتاعي موجود فين وأنا خارج خارج إزاي وبقى كل التسعين ألف دولار خارجين من الملعب ويركبوا وسيلة مواصلات واحدة اللي هي المترو من غير ما تشعر بإن في زحام وإن في مشاكل يعني حاجة حاجة مبهرة مبهرة جدا عشان كده عشان كده انفنتينو قال الندية في دور المجموعات هي النسخة الأفضل حتى الآن ده عنده الراجل ده عنده حاجة للتاريخ مش هتحصل أبدا كده ولا هتحصل بعد كده إنه هو رئيس الاتحاد الدولي الوحيد اللي حضر جميع المباراة أيوة لأن النطاق الجغرافي في روسيا ما كانش هيقدر يعني في نص ساعة هيقدر يتناقل صحيح ولا هيحصل في كاس العالم المطلع مش هيحصل بعد كده في عدة صحيح صحيح فدي كمان كانت يعني مساحة قطر أف صغيرة ساعدت في ده اديت ميزة نعم 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 وقطر في الرسالة بتاعتها أكد تتناقل بها يكتشع لكل عام طيب المهندس عادلي رفض يا توقع وسامة أنت تقدر تتوقع بقى كرواتيا والبرازيل إحساسك إيه أنا أتمنى للبرازيل والأرجنتين لا تتمنى ماشي بس عالشنطين عالشمال الاتنين العالشمال بعد بكرة بعد بكرة عازل نتنين اللي على اليمين المغرب وفرنسا المغرب وفرنسا المغرب وفرنسا صحيح صحيح ويا سلام بقى لو نلاقي المغرب طرف النهائدة يعني تبقى حاجة من أحلام بس مش بعيد على ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله إن شاء الله سختنا كبيرة في المنتخب المغربي وإن شاء الله مستمتعين دايما بالمونديالة وسامة أه وأتمنى يا رب إن الأجواء دي ولو بنسبة 25% شوفها بقى في الملعب المطرية تلهمنا بأي حاجة أه وما يتمش التطبيق انتظر بعد المفاجآت اللي بتقولك إحنا مناش دعب اللي بيحصل في العالم فترة القادمة حتشوف بعض القرارات الإدارية إحنا عالم غير العالم اللي خليك تقول هنا اتحاد الكورو المصر عندنا حماس شكرا جزيلا صهرناك معنا شكرا جزيلا للنقد الرياضي العزيز أسامة السويسي من الدوحة